عقد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان منتدى حواريا حول تقييم تجربة عمل لجان الوساطة في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات واستعرض رئيس المركز محمد قاسم نعمان موضوع المنتدى وأهدافه التي تتركز على تقييم تجربة عمل لجان الوساطة المجتمعية منوها بضرورة دعم النتائج الإيجابية وتوسيع أثرها في المجتمع ومراجعة الملاحظات السلبية وتصحيحها بدورها شارت عفراء حريري أن عملية التقييم تساعد لجنة الوساطة المجتمعية على التأكد من تحقيقها للغايات التي أنشئت من أجلها كما تساعد على التحقق من مستوى الخدمات التي تقدمها ومدى تأثيرها على بيئة العمل المحيطة وتحديد وضعها ومدى قدرتها على تنفيذ مهامها في ضوء المناقشات المستفيدة خرج المنتدى بعدة توصيات منها تقييم تجربة لجان الوساطة وإيجاد سياغة قانونية لضمان عملها والاستفادة من الأكاديميين والقانونيين والمحامين والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع ممثلي النيابة العامة والسلطات المحلية والقيادات الأمنية وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية في المديريات والمحافظة لتسهم في حل المشكلات المجتمعية ودعوة رئاسة الجمهورية والحكومة والسلطات المحلية في عدن إلى سرعة معالجة أوضاع المعسرين الموجودين في السجون ومراكز الاحتجاز